قال تعالى وقل اعماله فاش يرى الله عملكم رسوله والمؤمنون هل الميت يعرف ويعرض عليه اعماله اهله وهل يعلموا بهم عند الزيارة يوم الميت يعرف اهلها ويعرف زوارها محنظة ولا تعاله دليل والوضع بلا يهو الله وعلم ان الله يراهم دائما سبحانه وتعالى عمل الناس والمؤمنون يرونه في الدنيا عمالهم وتلسوا يوم القيامة بين الناس وهكذا الرسول يراه في الدنيا حين حياته ويراه يوم القيامة حين تنشر بين الناس والرسول اشهر فمعنى الحد على العمل الصالح وان هذا سوف ينشر يراه اهل الامام في الدنيا ويراه الله عز وجل ويراه مؤمنون يوم القيامة ويراه الرسول يوم القيامة ويراه في حياته بين اصحابه رضي الله وعرضه فالحد على العمل الصالح وارخاره لان هذا يشرف الانسان ويعمل الصالحات ويجتعي في الخيرات فإن هذا سوف يراه مؤمنون في الدنيا ويثن عليه وينشر له ذكر طيب بين الناس وفي الآخرة ينشر بين الناس ويقال هذا عمله خلان وينادى عليه ويقوم يدخل من يسانه وله خير عظيم يوم القيامة وضده وضدنا سهل الله